أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خدماتي محدش فينا ينسى مشهد الزحام المتكدس أمام الحوالي المدنية أو ما كنت نسميها بيئة السجلات المدنية أو حتى المعاد يعني أنا لما كنت أحتاج بطاقة رقم قومي ومستعجل عليها كان أقل حاجة أخذ لي فيها أسبوعين 15 يوم يا جدع عشان أطلع بطاقة الرقم القومي محدش فينا ينسى المشاهد الصعبة دي دلوقتي الدينية تغيرت أصبحنا في الجمهورية الجديدة طب إيه اللي حصل؟ أصبحنا الآن نستطيع استخراج بطاقة رقم قومي في نفس اللحظة في نفس اللحظة أيوان في نفس اللحظة طب إيه اللي بيحصل؟ أشرح لحضرتك حضرتك قبل أن تتوجه للأحوال المدنية لاستخراك بطاقة الرقم القومي لابد أن تعلم أن هناك حوالي 3 فئات لبطاقة رقم قومي وحضرتك تختار اللي أنت عايزه فيه الفئة العادية الاستمارة العادية اللي حضرتك بيجيبها وتملأ البيانات وتسلمها وتسلمها بعد كم يوم في بطاقة اسمها ال-VIP وهي الاستمارة اللي بتملاها وتسلمها للحوالي المدنية وخلال 24 ساعة بتستلم بطاقة بتاعتها خلال 24 ساعة أيها خلال 24 ساعة طب ما تستغربش دي ممكن تخدها في نفس الدية من خلال استمارة البطاقة الفورية إيه استمارة البطاقة الفورية وهل هي متوفرة في العباسية بس ولا في كل السجلات المدنية متوفرة في كافة الإدارات الخاصة بالأحوال المدنية على مستوى الجمهورية هاتب لنا البيانات وتكون كل الأختم تمام ووراك تمام هيجي المراجع القانوني يراجع ووراك لو الدنيا تامم حضرتك تتصور تنتظر دقائق وتستلم البطاقة وهي ما يعرف بها البطاقة الفورية إذن من 15 يوم منتظر البطاقة البطاقة بيستلمها في نفس الوقت طبعا تتطور الطبيعي للي بيحصل على الأرض الواقع اللي بيحصل مش إنجازات ومشروعات بس على الأرض الواقع ولكن كمان إنجازات في الخدمات التي تقدم لها المواطن لأننا أصبحنا في الجمهورية الجديدة التي تهتم بها المواطن وكل ما يشغل المواطن وإن شاء الله هنقدم لحضراتكم حلقات جديدة من برنامجكم خدماتي فانتظرون ترجمة نانسي قنقر